مع دخول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يومه السابع وسط تصعيداً هو الأعنف منذ عام 2014 أعلن مسؤولاً في المخابرات المصرية أن جهود التوصول إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة مستمرة واكتسبت زخماً بوصول المبعوث الأمريكي هادي عمرو إلى تل أبيب المسؤول المصري أوضح أن وجود عمرو في المنطقة جاء بهدف خفض التصعيد ووقف ما وصفها بأعمال إسرائيل الكارثية مشيراً إلى أن الوضع بدأ يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية وفي السياق أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه البالغ إزاء تصعود أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين وأشدد خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة أن توقف حركة حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل بموازاد ذلك أكد بايدن خلال محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بوجه الهجمات التي تشنها حركة حماس وغيرها من الفصائل في غزة وفق بيان أصدرته الرئاسة الأمريكية من جانبه أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غواتيرش سخته بسبب حصيلة القتل المدنيين في غزة وأعرب عن انزعاجه من تدمير سلاح الجو الإسرائيلي مبنى في القطاع يضم مكاتب لوسائل إعلام دولية وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام في بيان إن جواتيرش أبدى سخته بسبب تزايد عدد الضحايا المدنيين ولسيما مقتل عشرة أفراد من عائلة واحدة بينهم أطفال في غارة جوية إسرائيلية في مخيم الشاطئ في غزة زعما أنها كانت تستهدف قياديا في حماس جارب تحق chuvalي شابها dónde يستهدفsal ليس أحد يعني أنك ما تقويت شابها وق車 في مهن الأمين من وقامها فإذا ما صحه أتيار using